السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايك حبيبي يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير وأهلا بكم جميعا في قناتي مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو مميز جدا نصطف الرابع الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية النهاردة هنشرح مع بعض الدكت الخامس والسادس أخيرا الحمد لله هنخلص المنهج احضروني ويتمنى كلكم تدعموني بأكبر عدد من اللايقات للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلوكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله وكمان شاهدوا الفيديو للآخر هنقول كلام سهل جدا وبسيط ومميز في شرح الدرسين ما يكونش عندكم أي قلق إن شاء الله قدم لكم مراجعات بسيطة جدا مش هيخرج لامتحان دعواتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح النهاردة نبدأ مع بعض الدرس الخامس بعنوان مهن ومهارات للمستقبل في البداية بيسألني سؤال بيقول ليه بتختلف أنواع المهن ليه عندي أكتر من مهنة موجودين في الدولة اللي أنا عايش فيها في البداية قال لي مقدمة كده إن بيؤثر موقع الدولة والموارد الطبيعية بتاعتها على تحديد الأنشطة الاقتصادية اللي سكانها بيشتغلوا فيها نقول تاني أول حاجة موقع الدولة ومواردها الطبيعية بتؤثر على تحديد الأنشطة الاقتصادية أو المهن التي يمارسها السكان دي أول نقطة عندي أول حاجة اتكلم عنها بيتكلم على المناطق الفيضية وبيقول إن المناطق الفيضية دي المناطق اللي بتجري فيها الأنهار وبتنتشر فيها حرفة الزراعة وتربية الحيوان ودي أهم حاجة أنا عايزاكوا تعرفوها في الدرس المناطق الفيضية دي بينتشر فيها إيه؟ بينتشر فيها حرفة الزراعة وتربية الحيوانات دي أهم نقطة أنا عايزاكوا تكونوا عارفينها النقطة التانية المناطق الساحلية المناطق الساحلية دي بتنتشر فيها صيد الأسماك والأنشطة التجارية رقم 3 جايب لي كمان المناطق الصحراوية دي بتنتشر فيها حرفة الرعي ودي أهم جزئية أنا عايزاك تكونوا عارفينها في الدرس يا حبيبي هنتنقل على المناطق رقم 4 اسمها المناطق الغنية بالمعادن والبترول ودي بتنتشر فيها حرفة التعدين التعدين احنا خدناه قبل كده يعني استخراج المعادن من باطن الأرض زي الحديد والمانجنيز والفسفات والبترول دي المقصود بكلمة التعدين رقم 2 بيتكلم في الدرس بيقول لي مع التقدم العلمي والتكنولوجي اللي ظهر فيه عندي مهن كانت موجودة في الماضي المهن دي كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية اللي موجودة في الدولة قال إن المهن دي اتلغت أو معاردش موجودة والتكنولوجيا بدأت تفرض علي مهن جديدة أخفت المهن القديمة زي مثلا زمان لو أنا محتاجة أبعث رسالة كانوا بيبعثوا الرسال دي عن طريق البريد ده كان قديما أما في الوقت الحالي بتقدر أنت تبعث الرسالة عن طريق شبكة الإنترنت وتتواصل مع أصدقائك بأسرع وقت دي اسمها التكنولوجيا رقم 2 كمان بيتكلم على تأثير التطور العلمي والتكنولوجي على المهم الأول حاجة نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي دي ظهرت عمدنا مهن جديدة ده كل جزئية اللي أنا عايزكم تكونوا عارفينها في الدرس إيه المهن الجديدة اللي ظهرت مع التطور العلمي والتكنولوجي اللي حصل ده الأول حاجة ظهرت عندي وظيفة جديدة اسمهم الجماعة أو الناس المتخصصين في مجال الزكاء الاصطناعي نتيجة إن الإنسان أصبح مقبل إقبال كبير جدا على استخدام حاجة اسمها الإنساني الآلي اللي بيساعده في أداء المهم الشقة بدأ يظهر عندي ناس اسمهم المتخصصين في مجال الزكاء الاصطناعي أدى أول مهنة ظهرت عندي نتيجة التأثير أو التطور العلمي والتكنولوجي أول حاجة المتخصصين في مجال الزكاء الاصطناعي دي نقطة رقم 2 ظهر عندي أو أنا محتاجة أن يكون عندي خبراء للطاقة الشمسية خبراء الطاقة الشمسية دول بيعملوا إيه؟ جماعة دول قدروا يستخدموا الطاقة الشمسية كمورد طبيعي عشان يحافظ على البيئة مثلا من التلوث أو من التقليل من تلوث الضوء أو التقليل من التلوث الهوائي فبدأوا يستخدموا الطاقة الشمسي دي كمورد من المورد المتجددة علشان حماية البيئة فأنا عشان أستخدم الطاقة الشمسية دي محتاجة يكون عندي خبراء الطاقة الشمسية ودي تاني وظيفة أنا عايزاكوا تكونوا عارفينها في المهن اللي أدت أو اللي ظهرت نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي يبقى أول حاجة عندي متخصصين في مجال الزكاء الاصطناعي رقم 2 عندي خبراء الطاقة الشمسية ده رقم 2 اللي ظهرهم أو اللي بيستخدموا الطاقة الشمسية من أجل حماية البيئة رقم 3 عندي اسمهم المهندسين والمعماريين المبدعين وعمال البناء المهرى ودول الوظيفة الثالثة اللي ظهرت مع التطور العلمي والتكنولوجي طيب الجماعة دول بيعملوا ايه؟ قال الجماعة دول بيحنا بنبدأ نستخدمهم في بناء حاجة اسمها المدن الزكية لما باجي أبني مدينة زكية معنى كلمة مدينة زكية دي يعني مدينة مبتكرة بيكون كلها خضعة للتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وبيكون التكنولوجيا دي وسيلة مهمة جدا عشان يقدروا يديروا المدينة دي طيب هيديروا المدينة دي ازاي؟ من اللي هيدير المدينة دي؟ ناس لسه بيتعلموا جديد لا طبعا دول هيدجبوا للمدينة دي عشان الناس يديروها مهندسين وهيجبوا لهم معمليين مبدعين وعمال بناء يكون ممتازين جدا عشان يقدروا يشتغلوا في المدينة المبتقرة دي اللي بيستخدموا فيها التكنولوجيا وبيقدروا يتواصلوا فيها مع بعضهم من خلال أروع وأبسط وسائل التكنولوجيا الحديثة زي مثلا هديكم مثال مثلا زي مدينة الرحاب مثلا أو العاصمة الإدارية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة دي عاملين حاجة هناك خضع للتكنولوجيا الحديثة ما يقدرش يخش المدينة دي أي واحد داخل موجود جوا المدينة ما يعرفش يدخل من بوابة المدينة لما يكون الموبايل بتاعه متسجل على شبكة الواي فاي بتاعة المدينة العاصمة الإدارية نفسها من خلال تسجيل موبايله على شبكة الواي فاي الخاصة بالعاصمة الإدارية البوابة بتاعة العاصمة الإدارية تفتح للشخص ده ويقدر يدخل المدينة ويتعامل جوا المدينة ويرصدوا حركته كلها ويعرفوا ما موجود فين ودخل أي عمارة من العمير دي او طلع اي دور من الادوار الموجودة في العمية ده او داخل يعمل حاجة او داخل يكتشف المكان دي كلها بتبقى مستخدام التكنولوجيا الحديثة وده المقصود بمهنة المهندسين والمعمارين المبدعين وعمال البناء المهرة وقلت لكم تعريف المدينة الذكية ده مهم ممكن يجي في المصطلح العلمي مدينة مبتكرة بتستخدم التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات عشان يحسنوا ادارة موارد المدينة ده شرح الدرس الاول بسيط جدا اللي هو الدرس الخامس في الوحدة التالتة هنتنقل مع بعض على الدرس الاخير الحمد لله بعنوان المستثمر الصغير وكده انا اكون شرحت معاكم يا جماعة 3 وحدات كاملين الدروس كاملة معاكم ناقص ان شاء الله المراجعات بشكل بسيط اول حاجة الدرس بعنوان المستثمر الصغير الدرس بيتكلم عن فكرة انشاء بنك مصر انشاء بنك مصر ده تم عام 1920 على يد واحد مصري اسمه خبير اقتصادي اسمه محمد طلعت حرب ده قام بانشاء بنك مصر والبنك ده بيعتبر اول بنك وطني مصري عشان يستثمرهم الاموال بتاعتهم ويحوشوها علشان يبدأوا يدعموا مشروعات خاصة مثلا في مجال الصناعة او الزراعة او السياحة وكمان بيقول ان البنك مصري ده ساعد على اصدار الاقتصاد المصري عايزين نعرف حدوتها دي بقى ايه حكايتها عندنا واحد اسمه محمد طلعت حرب في عام 1920 عمل بنكي كده يعني عزم كل المصريين انهم ما يعملوا حصالة كبيرة كده ويبدأوا يحوشوا فيها كلهم مع بعض علشان مثلا يبدأوا يساعدوا محمد او يبدأوا يساعدوا محمود او يبدأوا يساعدوا مروة او يبدأوا يساعدوا احمد اي شخص بقى يلجأ لهم محتاج قرد محتاج ان هو يحوش معهم فلوس بتاعتهم محتاج ان هو يروح يسحب الفلوس بتاعتهم ده في اي وقت ده المقصود بكلمة انشاء البنك انا اهم حاجة عندي ان انتوا تكونوا عارفين ان مصر انشأ فيها بنك اسمه البنكي مصر اللي انشأه واحد اسمه محمد طلعت حرب عام 1920 والبنكي ده ساهم في مجال الصناعة والزراعة والسياحة وكمان البنك ده ساعد على ازدهار الاقتصاد المصري ومؤسس البنك ده اسمه محمد طلعت حرب وده بيعتبر اول بنك وطني مصري ساهم في ادخار للاموال ده يعني بيحوشوا الفلوس كلها مع بعضهم عشان يبدأوا يدعموا بعض ويعملوا مشروعات تقوي اقتصاد البلد بعد كده بيقول لي سؤال ايه الخدمات اللي بيقدمها البنوك البنك ده بيقدم لي خدمات ايه في البداية الداني مقدمة قال لي ومع تزايد اعداد البنوك اصبح ان كل بنك من البنوك فرع في كل محافظة والمحافظات والبنوك دي بتقدم خدمات مالية متنوعة ايه الخدمات اللي البنك ممكن يقدمها لي قال لي اول حاجة قبول الودائع انا اروح بالفلوس بتاعتي عندهم هم يبدأوا يفتحوا لي حساب باسمي ويخلوا لي الفلوس بتاعتي ده عندهم وانا فلوسي متعالى عندهم هيبدأوا يشغلوها لي ويجبوا لي الفايدة بتاعتها دي المقصود بكلمة قبول الودائع وفتح الحساب ده اللي انا قلت لكم يفتحوا لي حساب يعني يبقى لي اسمي هناك متسجل عندهم وفي الفلوس بتاعتي دي اعطاء الاموال للمستثمرين على شكل قروض انا محتاجة افتح مشروع ومش معايا فلوس او معندش امكانية ان انا افتح المشروع ده دلوقتي بروح مثلا اخد قرد من البنك علشان ابدأ اعمل المشروع بتاعي ده وبعد كده برجع اسدد للبنك فلوس القرد ده ده المقصود بكلمة اعطاء اموال الى المستثمرين في شكل قروض رقم 3 بيعرف لي يعني ايه كلمة البنك والبنك ده عبارة عن مؤسسات بتقدم خدمات مصرفية مشروعة او خدمات مصرفية متنوعة ده كلمة البنك وده التعريف مهم برضو عايزاكوا تكونوا عارفينه المقصود بالبنك هي مؤسسات تقدم خدمات مصرفية متنوعة بعد كده بدأ يتكلم بقى على البريد المصري البريد المصري ده بالمعنى العامي بتاعتنا يعني البسطة بيقول لي ان البريد المصري ده بيقدم خدمات مصرفية زي زي البنك زي مثلا حساب التوفير والالدخار وكمان بيقول لي ان مكاتب البريد المصري ده منتشرة في جميع محافظات مصر وكمان بيقول ان البنك المركز المصري بدأ ينشأ تم انشاء بنك مركز مصري بقى ده البنك الرئيسي الكبير عشان يصدر بهدف اصدار النقود والاموال وكمان بيشرف بقى على جميع البنك اللي موجودة في مصر والبريد المصري كمان وكمان اخر حاجة كمان في الدرس بيعرف لي بيسألك سؤال بيقولك انت بتحب الضخار الفلوس يعني بتحب تحوش اجاوب على نفسه في الدرس بيقول نعم او طب خلاص طالما انت بتقدر بتحب ان انت تحوش يبقى انت لازم تكون عندك معرفة بحاجتين حاجة اسمعها الحاجات بتاعتك او الاولويات بتاعتك وحاجة اسمعها رغباتك الحاجات دي يعني الاشياء اللي انت لازم تجيبها وتحصل عليها عشان تقدر تعيش يعني حاجات لازم انت تكون موجودة عندك زي الميا وزي الهواء وزي اللبس دي اسمعها الاشياء التي يجب ان تحصل عليها للعاش مثل الماء والهواء واللبس الرغبات بتاعتك بقى بيقول لي ان هي الاشياء اللي بيكون من الجيد انت تحصل عليها وتاخدها بس مش هيحصل لك حاجة لو انت استغنيت عنها زي الرحلات مثلا انا عندي رغبة ان انا اطلع رحلة ممكن اطلع وممكن لو انا ما طلعتش مش هيحصل لي حاجة يعني لو انا ما طلعتش الرحلة دي دي المقصود بكلمة الرغبات هي الأشياء التي سيكون منك جيد الحصول عليها ولكن يمكن الاستغناء عنها دي المقصود بكلمة الرغبات بعد كده آخر حاجة في الدرس جيب لتعريف اسمه الاستهلاك يعني ايه كلمة الاستهلاك الاستهلاك دي معناها انفاق النقود عشان يشتري الحاجات بتاعتي والرغبات والتعريف مهم وعايزاكوا تركزوا عليه تعريف كلمة الاستهلاك دي انفاق النقود لشراء الحاجات والرغبات وكمان جايب لي في نهاية الدرس خالص حاجة اسمها قعدة اقتصاديا بيهمة بيقول لي لو قالي الاستهلاك هيزد الادخار بتاعك وهيزد الاستثمار وبالتالي هيزدار الاقتصاد واخيرا بيقول ان الاموال اللي انت وفرتها دي بتسمى مدخرات ده شرح يا جماعة الدرسين مفيش ابسط من كده ورق ملخص ليكم بطرقة سهلة جدا ياربكم بقدم لكم علومة مفيدة الحمد لله تمنا شرح المنهة الكامل دعواتي ليكم حبيبي بالتوفيق والنجاح يا ربكم بقدم لكم علومة مفيدة تحياتي لكم جميعا كنت معاكم مروة زهرة